كم الاستفهامية وكم الخبرية أترى كم عدد الطاولات داخل المطعم؟ كم عدد الأشخاص الموجودين داخل المطعم؟ قبل أن أبدأ الشرح سأجيب بعض الأسئلة التي جاءتني سؤال يقول كم كتابا قرأت الشهر الماضي؟ الكثير من الكتب فانا أعشق القراءة سؤال آخر كم عمرك؟ كم درهما معك؟ حسنا أصدقائي سوف نتحدث اليوم عن موضوع شيق وجميل كم الاستفهامية والخبرية؟ أولا كم الاستفهامية؟ هي اسم يتم استخدامه للاستفهام عن عدد مجهول لا نعلمه لذلك تحتاج إلى جواب وتقع في أول الجملة ولا تحتمل الصدق أو الكذب كما يأتي بعدها تمييز ونضع علامة استفهام في نهاية جملتها مثل كم طالبا في الفصل؟ كم كتابا فوق الرف؟ تمييز كم الاستفهامية؟ يكون تمييز كم الاستفهامية مفردا منصوبا بالفتحة في أغلب الأحوال إلا إذا سبقها حرف جر فيكون التمييز مجرورا مثل كم جنيها معك؟ جنيها تمييز منصوب بالفتحة بكم جنيه اشتريت الكتاب؟ جنيه تمييز مجرور بحرف الباء من كم عام سافرت لأوروبا؟ عام تمييز مجرور بمن؟ ثانيا كم الخبرية؟ وهي اسم يتم استخدامه ليدل على الكثرة وليس السؤال لذا لا تحتاج إلى جواب وتقع في أول الجملة ويأتي بعدها تمييز وقد تحتمل الصدق أو الكذب ونضع في نهاية جملتها على ما تتعجب مثل كم شهيد في الجنة؟ كم كيلو متر بيننا وبين القمر؟ تمييز كم الخبرية؟ يكون تمييز كم الخبرية مفردا أو جمعا مجرور بالإضافة أو بحرف الجر من؟ كما يجوز أن يدخل على كم الخبرية حرف جر مثل بالإضافة كم عالم خدم الوطن؟ كم علماء خدم الوطن؟ بمن؟ كم من عالم خرجت الجامعات؟ كم من علماء خرجت الجامعات؟ مسبوقة بحرف جر من كم قرن والتاريخ يسجل عظمة مصر؟ إعراب كم الاستفهامية وكم الخبرية يتم إعراب كم بنوعيها اسم مبني على السكون ولكن يختلف محلها الإعرابي حسب الجملة فيمكن أن تكون في محل جر والجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم إذا لم يكن بعدها فعل مثل بكم جنيهن الكتاب في محل نصب مفعول به إذا جاء بعدها فعل متعد لم يستوفي مفعوله مثل كم كتابا قرأت؟ في محل رفع مبتدأ إذا لم يأتي بعدها فعل ولم تسبق بحرف جر مثل كم لاعبا في فريق كرة القدم في محل نصب على الظرفية إذا جاء بعدها ما يفيد الظرفية مثل كم يوما قضيت في المصيف في محل رفع فاعل إذا جاء بعدها فعل لازم مثل كم مديرا حضر الاجتماع ملحوظة قد يحذف تمييزكم الاستفهامية إذا فهم من السياق مثل أن نقول كم سافرت فيكون الجواب سافرت ثلاثة أسابيع ونختتم حديثنا بقول القطابي كم نالني منهم فضل على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل أو نختتم حديثنا بقول الفرزدق يهجو جريرا كم عمة لك يا جرير وخالة فادعاء قد حلبت علي عشاري وإلى هنا ينتهي موضوع اليوم وسأراكم في حلقة قادمة يا أعزائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة